انا الاسد ملك الغابة باكل واشرب واجري زي الدبابة انا الاسد ملك الغابة انا اسد مجابتوش ولادة انا اسد طيب وبحب اصدقائي وبحب الخير عشان كده انا عزمت اصدقائي النهاردة كلهم على وجبة كبيرة عشان ياكلوا ونقض ونلعب ونهزر مع بعض اتفضلوا يا اصدقائي صديقي الاول ازق دق دق اسد الاسد كلها ملك الغابة عامل ايه وحشني والله الحمد لله يا صديقي وتاني صديق ليه الثعلب سعلوب ملك الغابة كلها وكل الغابات منور يا كبير وصديق الثالث الغراب كاركور بوم بابا 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 انا عزمكم النهاردة يا اصدقائي على الوليمة دية عشان تشبعوا وعشان نفضل اصدقائي مانت بتعزمنا كل يوم يا بروسود حبيبنا والله يا أسد التكبرنا برضو ومن حقنا عليك تعزمنا بس هو ما فيش وليمة أكبر من دي زغيرة وما تشبهش طيب يا أصدقائي بكرة حستطلقهم وليمة كبيرة قوي جاريت ودلوقتي يلا بقى عشان ورانا حاجات نعملها ايه طيب رايحين فين استنوا شوي عشان نقعد مع بعض ونغني ونضحك ونلعب ماشي يا أصدقائي مع السلامة بكرة لازم أصطاد حاجة كبيرة حيوان كبير عشان يكفيهم ويقعدوا معايا وقت طويل عشان أنا مليش أصحاب غيرهم يلا لما نام بقى عشان بكرة أصحابت لي أروح أصطاد آه الفيل ده شكله حل وكبير وحيقضينا فترة طويلة أنا لازم أصطاد الفيل ده بس لما يقرب جنبي هنا هروحا قد عليه وأصطاده هروحا قد عليه وكبير هروحا قد عليه وكبير هروحا قد عليه وكبير اههي سنة أنا جمل ضيب وغلبان بس أنا كده ممكن أكلك بس أنا جاي أساعدك عشان أنت مصاب قل لي إن ممكن أعمله لك عشان أساعدك عيب أنا عاوزك ترجع لبيتي وتروح لأصدقائي يجوا يساعدوني ويعلقوني أنا مريش أصدقاء غيرهم من عناية أنت تعرف أنا من زبان نفسي كنت صديقك أنا كنت عاوز أصدقائي عشان كبير عشان أنا بحب أصدقائي بس هو ده بيتي روح بقى نادي الأصدقائي عشان يجوا يعلقوني حاضر يا أسد في سواني أجبه مواجئ يا ضادو يا ضادو صديقك الأسد مصاب كان بصدق فيل عشان الوليبة بتاعتكم وتصاب ونام تعبان تلوات تعالى الحو قل لي للأول باستغاد فيل فعلا الشعب الشعب قبل ما يستغدوا آآ 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 كونيو بس أنا مجغول دلوقتي روح لسعلوب organ Panmium يا سعلوب يا سعلوب إنه بيت سعلوب كتنقني مصاب كانت باستاذ الفيل مدام فيه عفيل تبا والي ما حلوه يلا بينا atamenteوا انا ف Joseph ورايا بشواه المهم اقباطه اعدى عليهم وراه فين القراب دة توفين يا كاركور ويا بمباباء نعم يا جمل نعم يا عم الجمل عاوز مني ايه صديقك الاسد تصاب هو تصاب وهو بيستدر فيه وعاوز مني ايه يعني دلوقتي عاوزك تيجي معاي بسرعة عشان يتأكله وتعالجه تب روح لصديقه سعلوه او الزق بتعدوه هم اكبر مني واقوى مني يقدروا يعلجوه بص يا عم الجمل انا صغير وحجمي صغير ومش حارة فعمله حاجة وبعدين انا هستدليه ولا هستدليه مش لما اكل نفس الاول ومعدين كل اصحابك بعوك يا اسد اعمليت الوقت انا جاتلي فكرة جامدة جدا هنهجمع كل حيوانات الغابة ونعالك الاسد كلهم طلع واشرار وكانوا بيجوا يعودوا معاك عشان ياكلوا بس اه يا اصدقائي يا اندال محد شويه بجنبي تصدق يا جمل مع ان حيوانات الغابة كلهم وقفوا جنبي وهم اللي علجوني والفضل يرجع لي ما تزعلش يا اسد شكرا يا جمل ولازم اشكر الحيوانات كلها اللي في الغابة وان شاء الله هتبقوا كلكوا اصدقائي بس لازم اعلم الاندال دول المغرورين درس ما ينسهوش انا عايزك يا جمل تجمع لي كل حيوانات الغابة في الساحة الكبيرة عشان هقولهم كلام مهم يا حيوانات الغابة انا جمعتكم النهاردة عشان اقولكم كلام مهم جدا من النهاردة هتبقوا كلكم اصدقائي لما كلهم هيبوا اصدقاء هنكون مين يا ابو القصود ايوا اصدقائي انا الوحدي مش اصدقائنا كلنا مش فاهمين يا كبير متوضح اكتر عشان نفهم اخرس وانت يا غراب البرك اقمرني يا كبير لما جالك الجمل قلت له انك ضعيف وصغير وحجمك صغير وقلت له كمان انا هصطاد لي يا ولا هصطاد لي ايه انا هااكل نفسه ولا ااكله مش لما ااكل نفسه الاول مش اصدي والله يا كبير انا كنت حاجة يبص عليك يا ابو القصود حبيبي والله كنت في بالي على طول اسكت خالص ودلوقتي يلا غوروا انتو التلاتة مش عايز اشوفوا الشكو طيب وهنروح الى فين روحوا في ستين دهية ولو شفت حدي فيكو تاني في الغابة او بيتعرض لحد من اصدقائي هموتوا يلا امشوا وانتو هتفضلوا اصدقائي فالتح يا الصداقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا